أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم مخصص للصلاة واليوم رح نذكر ونرفع مرضى الكورونا ومرضى السرطان وبتعرفوا عم تصلنا كتير طلبات صلاة من كل مكان بس لحظت من الإحصائية أنه كتير من الطلبات ناس مصابة بفيروس الكورونا وكتير في مرضى السرطان هذا لا يعني أنه مرضى آخرين مش بنرفعهم بالصلاة بالعكس احنا كل اسم وكل شخص بنرفعه في صلواتنا الكتاب المقدس بعلمنا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل يعني يكون جزء نمط أسلوب حياة هي حياة الصلاة في حياتنا وفي تسالونيك الأولى أصحاح الخامس مكتوب صلوا بلا انقطاع أشكروا في كل شيء وفي رسالة فليبي مكتوب لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع مكتوب في رومية 12 فرحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة وفي رسالة بولوس الرسول إلى كنيسة أفسوس لصاح السادس والآية 18 مكتوب مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القدسين فإذن نستطيع أن نستشف من خلال الآيات اللي اقتبستها أنه الله بطالبنا أن نصلي كل حين ولا يمل صلوا بلا انقطاع صلوا بكل مواظبة صلوا يعني بقول بكل صلاة وطلبة كل وقت ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة فإذن أحبائي الله بيدعونا أنه نرفع الصلاة ونؤمن أحبائي أنه الصلاة هي اللي بتحرك يد الله وبتشل يد العدو والصلاة الجماعية والصلاة بالروح حسب إرادة الله ومشيئة الرب بالروح القدس نبتدي نشوف استجابات صلاة بصراحة كل يوم عم نصلي للوباء أنه ينتهي وأنا صراحة عم بصلي من أجل هذا الوباء ينتهي بطريقة إلهية وين ما بتواصل وين ما بتكلم صار فيه نوع من الامتعاد صار فيه نوع من الملل والزهق وكتير من الناس مش عارفة شو الوضع رح يكون وكأنه الأمر خلاص طلع من إيدنا وكأنه الشيطان وأعوانه عم بيعملوا بكل الوسائل وبكل الإمكانيات لما بنشوف كناية سكرت ولما بتشوف خدمات بتسكر ولما بتشوف مؤسسات مسيحية اللي بتساعد واللي فعلا هي بمثابة بلسم شفاء وبركة للعديد لما بتشوف كل هاي الخدمات المسيحية عم بتسكر معناته أعرف أنه في حرب روحية وأنه في حرب شعواء ضروس شنها الشيطان على الكنيسة لأن الكنيسة هي صورة الله على الأرض الكنيسة هي اللي بتمثل الله على الأرض الكنيسة هي سفير للرب اللي بتمثل ملكوت الله على الأرض مشان هيك لازم يكون عنا صحوة روحية لازم يكون صهرانين وصاحيين ولازم انميز الأمور المتخالفة ومش لازم نهدى أو نتساهل أو نساير وللأسف كتير من المسيحيين كأنه في حالة بيواستسلموا مش عاوز يعني بيستنى كأنه الفرج بيجي بطريقة تلقائية علينا أنه نصلي والكتاب بيشجعنا أنه نصلي كل حين ولا يمل بلا انقطاع مواظبين على الصلاة صهرانين على الصلاة لأنه فعلا العالم محتاج والكنيسة وشعب الله هو البركة في هذا العالم وعندما نصلي أحبائي لازم نقتبس موعيد الرب وعود الرب أنا عارف في كتير ناس بقولك أنا صليت وصليت ووين الرب يعني الله مش مطالب أنك أنت تحط الله بقالب ولا أنه الله مخلوق على صورتك أنت المخلوق على صورة الله إحنا منصلي عشان الله يتمجد وإحنا منصلي عشان مشيئة الرب التم وإحنا منصلي بإيمان ولكن اللي يطلب بإيمان غير مرتاب البتة مكتوب ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم فخلينا نيجي ببساطة الأطفال خلينا نرفع صوت واحد خلينا نيجي بالاستلاح اللي بيسميه العهد القديم كرجل واحد خلينا نيجي كشعب الله متحدين بالصلاة وهذا الاتحاد أنك اطلق بركة للمجتمع صلي أنه رب يفتح العيون صلي أنه رب يشفي المرضى وصلي أنه الله يدخل ويجيب الفرج والنهضة والانتعاش في حياتنا لما بسمع عن أمراض الكورونا ولا سيما عندي أصدقاء كثيرون اللي ماتوا بسبب هذا المرض أنا عاوز أعزي كل اللي فقدوا أحبائهم ربنا يشجعكم وربنا يعزيكم وبصراحة عاوز أكون صريح صدقني ما في كلمات مش فاهم أنا كل القصة ليه وشو الحكم من الموضوع بس أنا بعرف أنا بعرف أنه الله صالح وأنا بعرف أنه الله بحبنا وأنا بعرف أنه الخطيئة هي اللي لوثت وهي اللي شوهت كل مجالات الحياة وأنا عارف إذا إحنا بس منفكر بأنانية مش راح نال ولا أي شيء أنا أدرك أنه الرب صالح ولما منيجي كشعب واحد أنا ما بعرف يعني كم من الناس اللي بفوتوا بشهدونا بس شو رايك نطلق هيك كلمة بركة يا رب تحل البركة والشفاء على كل المرضى تمد يمينك وتشفيهم كل ضعيف قوي كل حزينة عزي كل مريض شفي كل محتاج سدد كل احتياج يا رب كل عائلة مضروبة بصلي اليوم أنك ترد المسلوب كل أولاد وبنات ابعدين عن الرب بصلي أنه يكونوا تلميذة للرب وبصلي يا رب نبتدي نشوف الخير والمطر المتأخر ومجد الرب هيك يرجع سكن المجد أرضنا ونبتدي نشوف بركة وفرج وخير على كل الناس إخوتي وأخواتي أنا عاوز أصلي من أجل كل مرضى الكورونا وأصلي من أجل مرضى السرطان بس وأنا عم بصلي شعرت هيك في آية وعاوز أشجع كتير ناس اللي بيشاهدونا وهي الآية إلك اليوم هاي الآية مأخوذة من ملوك الثاني إصحاح عشرين والآية خمسة واحد من ملوك يهوذة اسمه حزقية مرض للموت وحزن كتير وقال له لي يا رب طب ما أنا بخدمك وأنا عم بعمل ومش منقص في أي شيء وهو يصلي الرب كلم إنه بإشعياء وقال له روح خبر حزقية شو هو الخبر كان بقول له الرب قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك وأزيد على أيامك اليوم في ناس عم بيشاهدونا ما في عندهم رجاء رجاءنا هو في المسيح واليوم ناس عم بتشاهدونا التعبوا حتى إنه يصلوا وفترة حياتهم بصل إنه رب ينهضنا بقوة الروح القدس خد هذا الوعد من رب قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنا ذا أشفيك وأزيد على أيامك أصلي هذا الوعد لكل محتاج لكل مرضى الكورونا والسرطان وكل مريض آخر بالإيمان بالإيمان تقول له يا رب أنا بستلم هذا الوعد اليوم أمين استلم هذا الوعد قل له يا رب أنا بقبل وبستلم هذا الوعد يا رب أنا برفع كل مرضى الكورونا أنت اللي إلك الكلمة الأخيرة إلك السيادي والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر اشفي كل مريض وبصلي انك تقضي على هذا الوباء الشيطاني اللي عم بينتشر في كل مكان وبصلي يا رب انك تغلق عليه وتسكره مية في المية ويكون هذا الامر من عندك انت في اسم الرب يسوع كل مرضى الكورونا مد يمينك وتشفيهم واليوم يكون معجزات شفاء ونسمع الاخبار الحلوة وكل مرضى السلطان اللي فقدوا الامل والرجاء انك تعطيهم الامل والرجاء في شخصك المبارك وانه انت الى كلمة وتدخل في حياتهم مد يمينك الشافي لانه مكتوب انت الرب وشافينا يا من اخذت اسقامنا وحملت امراضنا المكتوب عنك الذي بجلدته شفيتم يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد هو الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ما في امر مستحيل ولا امر مستعصى على الرب بصلي في اسم الرب يسوع جميع امراضنا تشفى في هذا الوقت حتى نرنم مع داود الذي قال باركي يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك يا رب ناس مرعوبة من الموت وخايفة من القبر وخايفة من العزام وخايفة من الابدية تعال اليوم اكد حبك وحضورك لكل شخص بشاهدنا ومد يمينك الشافي لانه مكتوب جميع الذين لمسوك نالوا الشفاء نصلي هذا باسم ربنا يسوع المسيح امين امين اشرك الاخرين معك حتى يتباركوا ايضا والرب يمد يمينه الشافي يتحنن عليك ويعطيك الصحة الكاملة في اسم الرب يسوع امين امين من فضلك اعمل شير حتى تتبارك الناس الرب يكون معك اشتركوا في القناة